رياض الصحابة والخلفاء منار منيف لمن عرفا غياث الأنام بهديهم خيار عذول ومشورفا كبدر يضيء غياهبنا وشمس تنير لنا الهدفا فلا عز لا فخر إلا بهم ولا ذكر إلا لهم واكفا أحاطوا الحبيب بأنفسهم فصل الإله على المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في الحلقة السادسة عشرة من سلسلة إسعاد الحنفاء بسير الخلفاء نواصل الرحلة مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ولازلنا مع الأحداث التي جرت في عهده رضي الله تعالى عنه وليا سيدنا عمر الخلافة في جمادى الثانية سنة ثلاثة عشرة من الهجرة وقد استخلف يوم وفاة أبي بكر بوصية من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد كثرت الفتوحات في زمان سيدنا عمر ففي سنة أربعة عشر من الهجرة فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة وفتحت حمص وبعلبك صلحا وفتحت البصرة والأبلة كلاهما عنوة وفي نفس السنة أربعة عشر جمع عمر الناس على صلاة التراويح حيث وجد الناس في المسجد النبوي في المسجد في رمضان كل يصلي لنفسه أو هناك جماعة فيها ثلاثة وجماعة هناك فيها أربعة وبعضهم يجهر بالقراءة على بعض فقال لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي لكان أفضل فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفي الليلة الموالية رأى الناس يصلون خلف إمام واحد بصوت واحد وقراءة واحدة من أبي رضي الله عنه فقال نعمة البدعة وقال العلماء البدعة هنا ليست بدعة شرعية وإنما بدعة لغوية أي تجديد عمل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك فتحة الأردن في السنة الخامس عشر وفي نفس السنة وقعت موقعة اليارموك وموقعة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على جيش الفرس وكذلك فتحت مصر وكذلك فتحت الأهواز والمدائن وغيرها من البلدان التي فتحت يعني في زمان سيدنا عمر سواء ما تعلق منها بالبلدان الموالية للفرس شرقا والبلدان الموالية للرومي غربا ومن الأمور التي عرف بها زمان عمر أنه زاد في المسجد النبوي حيث كان المسجد يضيق بالمسلمين ولم يزد في زمان أبي بكر ووسع أول توسعة للمسجد النبوي كانت في زمان سيدنا عمر ومر معنا أن عمر أو زمان عمر تميز بعام الجفاف وعام الرمادة وفيه استسقى عمر للناس بسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه حيث جمع الناس إلى المصلة وأخذ عمر بيد العباس ورفعها إلى السماء وقال يا رب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا وإننا اليوم نستسقيك بعم نبينا فسقنا قال فلم يبرحوا حتى سقوا فأطبقت السماء أطبقت السماء أياما وانتشر وكثر نزول الغيث ونزول المطر بعد أن جاع الناس وقحط الوادي وأجذبت الأرض ووقع الوباء على الناس لأن الجفاف مع الوباء صنواني لا يفترقها نسأل الله السلامة والعافية ومما أفاده العلماء من هذه القصة جواز التوسل بدعاء الحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عسيدنا عمر رضي الله عنه هنا قال اللهم إنا كنا نستسقيك بعم نبينا أي نطلب منك السقاية بعم نبينا بنبينا لما كان حيا بنبينا لما كان حيا ولما مات نبينا فإننا اليوم نستسقيك أي نطلبك السقاية وبين أيدينا عم نبينا إذن هنا التوسل بدعاء الحي فلم يذهب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لم يذهب إلى لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي به وإنما استسقى وطلب السقاية بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فكان العباس يدعو وعمر يؤمن والمسلمون خلفه يؤمنون حتى سقوا ولذلك عرف العباس بلقب ساق الحرمين حيث سقوا سقيت الحرماء سقية الحرماء الشرفان بفضل الله عز وجل ثم بدعاء العباس ودعاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكان في نفس السنة طاعون عمواس هذا الطاعون الذي استشهد فيه أقول استشهد لأن الذي مات في الطاعون يعتبر شهيدا عدد من الصحابة ومنهم أبو عبيدة بن الجرح ومنهم معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سيد العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل سيد العلماء يوم القيامة ولما حضرته الوفاة قال اللهم إني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لمزاحمة العلماء بالركب ومكابدة الهواجر في سبيل الله بمعنى إن كنت طمعت أن يزاد في عمري فليس لأجل إقامة الضياع والبنايات وإنما لأجل الصيام والقيام والذكر وتعلم العلم ونشر العلم النافع ولما دفن ورد عن عمر أنه قال لقد دفن اليوم علم كثير لقد دفن اليوم علم كثير لم يستشعر عمر رضي الله عنه لم يستشعر وفاة رجل وإنما استشعره يعني فقدان علم كثير بوفاة هذا الشاب من علماء الصحابة مات وهو قريب من 30 سنة لأن يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معاذ بن جبل يعني قريبا من 20 سنة فرضي الله عنه ورضي عن سيدنا عمر ورضي الله تعالى عن سيدنا معاذ بن جبل ورضي الله تعالى عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر أيضا فتحت مصر وأول أمراء عمر رضي الله عنه في مصر يعني عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي كان قد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وجعله أول إمام أو أول أمير على مصر وهكذا وصلت الفتوحات في زمان عمر شرقا إلى أذريبيجان وإلى أصوار الصين وغربا وصلت حتى إلى ليبيا الحالية يعني وإلى بداية تونس يعني طرابنس في جهة الغرب وجهة المغرب فهكذا كانت الدولة الإسلامية في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلذلك نرى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اهتم بالفتوحات الإسلامية ووقعت توسعت الدولة الإسلامية ورغم ذلك كان سيدنا عمر وهو في المدينة كان من أفقر الناس وكان راتبه يعني كراتب أقل الناس رغم أنه كان إن شئتم أن نقول يحكم نصف الكرة الأرضية من أذريبيجان شمالا إلى القرى الإفريقي يعني جنوبا ومن أصوار صين شرقا إلى ليبيا وتونس غربا وهكذا كانت دولة عمر ومع ذلك كان يعيش كفافا وكان يعيش يعني صابرا ومحتسبا الأجر لله سبحانه وتعالى أيضا مما تميز به زمان عمر رضي الله تعالى عنه إخراج اليهود من جزيرة العرب فقد كان من أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود من جزيرة العرب حيث قال لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما وهذه الأمنية النبوية لم تتحقق في عهده وقد تحققت وتهيئت الظروف لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأخرج اليهود إلى ريحة وسوريا وأذن لأن نصارى بإنسياح خارج ززيرة العرب ومن الأمور التي وقعت في زمان عمر فيما يتعلق بالفتوحات أنه حينما تأثر الناس سلبيا وليس إيجابيا بفتوحات خالد من الوليد رضي الله تعالى عنه وكانوا يظنون أن النصرى بسبب حنكة خالد أو ذكاء خالد فخشي أن يفتن الناس بخالد رضي الله تعالى عنه فعزله عن الإمارة إمارة الجيوش وولى مكانه أبا عبيدة بن الجرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعد أن استقدمه إلى المدينة بيّن له أنه لم يعزله سخطة على دينه أو انتقاصا من دينه أو شكا في إيمانه وإنما خشية أن يفتتن به الناس وهذا الجهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا جميعا مجتهدين فمن أصاب فله أجرات ومن لم يصف له أجر واحد نسأل الله تعالى أن يحينا على منهاجهم وطريقتهم وأن يدخلنا الجنة برفقتهم آمين والحمد لله رب العالمين رياض الصحابة والخلفاء منار منيف لمن عرفا غياث الأنام بهديهم خيار عذول ومشورفا كبدر يضيء غياهبنا وشمس تنير لنا الهدفا فلا عز لا فخر إلا بهم ولا ذكر إلا لهم واكفا أحاطوا الحبيب بأنفسهم فصل الإله على المصطفى